بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس الأول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تهابنا الكلام في الحلقة السابقة إلى قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وريدون أن يتحاكموا إلى الطاوت قد أمروا أن يكفروا به وقد ذكرنا في آخر الحلقة السابقة أن الربط بين هذه الآية والآيات قبلها أنه لما أمر بالرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عند النزاع بيّن أن فئة من الناس أو كثيرا من الناس لا يرضون بهذا التوجيه الإلهي وإنما يريدون أن يرجعوا إلى غيره ويظنون أنه أحسن لهم ففي قوله تعالى ألم ترى هذا تعجب ألم ترى أي قد رأيت أيها الرسول أيها النبي رأيت من الناس من لا يرضى بهذا الأمر الإلهي وأنه يعدل عنه إلى غيره وسبب نزول الآية كما جاء في الحديث أنه حصل نزاع بين منافق وبين يهودي فقال اليهودي نتخاصم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لعلمه أن الرسول لا يأخذ الرشوة وقال المنافق نتحاكم إلى كعب الأشرف اليهودي لعلمه أنه يأخذ الرشوة فأنزل الله هذه الآية ألم ترى إلى الذين يزعمون يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فقوله يزعمون هذا تكذيب لهم في دعواهم الإيمان لأن الزعم كذب فهم يدعون الإيمان ويظهرون الإيمان بالله ورسوله ولكنهم لا يرضون بحكم الله ورسوله وهذا ينافي الإيمان ويكذب دعواهم كما في قوله تعالى وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ في قوله تعالى وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكُ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِيَّ كُلَّهُمُ الْحَقُّ يَاتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٍ أَمْ يَرْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون فالآيات في سياق ونمط واحد في أن من ادعى الإيمان وهو لا يريد التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله ويريد التحاكم إلى غيرهما أنه كاذب في إيمانه وأنه منافق في دعواه فهذا فيه التحذير من هذه الخصلة وأن الإيمان يقتضي التحاكم إلى كتاب الله والرضى بحكم الله عز وجل سواء كان لك أو عليك تكون مقتنعا بذلك تماما هذا هو مقتضى الإيمان ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وهو القرآن وما أنزل من قبلك وهو الكتب السابقة كتب السابقة على القرآن لأن الإيمان بالكتب جميعا ركن من أركان الإيمان ألا يجوز الإيمان ببعض الكتب والكفر ببعضها كما يفعل اليهود والنصارى وإنما الإيمان الصحيح والإيمان الحق هو الإيمان بجميع الرسل والإيمان بجميع الكتب يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاوت انظر قال يريدون فإذا أراد الإنسان ونوى هذا الشيء دل هذا على بطلان قوله دعوى الإيمان لمجرد النية فكيف إذا نفذ وتحاكم إلى غير كتاب الله فإذا كانت نية التحاكم إلى غير الله تبطل الإيمان فكيف بالفعل إذا نفذ وحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاوت والطاوت هو كل معبود من دون الله وهو يرضى بالعبادة أو كل مطاع في غير طاعة الله فهذا من أنواع الطواغيت والحاكم بغير ما أنزل الله طاوت كما في هذه الآية يريدون أن يتحاكموا إلى الطاوت الطاوت مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد والخروج عن طاعة الله فمن حكم بغير ما أنزل الله فهو طاوت إذا كان يعتقد جواز ذلك أو أن هذا مساو لحكم الله عز وجل وأنه مخير كما سبق فهو طاوت بمعنى أنه خارج عن طاعة الله متجاوز لشرع الله عز وجل والمتحاكم إلى غير شرع الله متحاكم إلى الطاوت يريدون أن يتحاكموا إلى الطاوت وقد أمروا أن يكفروا به الله جل وعلا أمر المؤمنين أن يكفروا بالطاوت بل لا يصح الإيمان بالله إلا بعد الكفر بالطاوت قال تعالى فمن يكفر بالطاوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لم فصام لها فلا يصح الإيمان بالله إلا بعد الكفر بالطاوت وهذا هو معنى لا إله إلا الله فلا إله هذا كفر بالطاوت إلا الله هذا هو الإيمان بالله هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم رحمة الله وبركاته